موسيقى مساء الخير أعزائي المشاهدين المتابعين لنا في كل مكان على قناة الصحة والجمال اللي هي أعتقد القناة الوحيدة اللي بتهتم بشؤون الصحة على مدار الـ 24 ساعة النهاردة هنتكلم على موضوع يعني هو يشغل كثير من الناس عن موضوع الأسطرة النهاردة أنا دكتور أحمد البرباري استشاري أمراض القلب هنتكلم على الأسطرة يعني إيه أسطرة القلب يعني إيه أسطرة القلب وإمتى بنعمل أسطرة القلب وإمتى بلجأ إليها وإيه المحاذير أو إيه الإعداد اللي بيتم قبل الأسطرة وإيه اللي بيتم أثناء الأسطرة وإيه اللي بيتم بعد الأسطرة من محاذير أو من تعليمات للمريض إن شاء الله النهاردة هنتعرف على كل هذه الأمور أسطرة القلب دي كلمة بقت منتشرة جدا في كل ربوع العالم والحقيقة الأسطرة هي وسيلة تشخيص وعلاج لمعظم أمراض القلب الأسطرة اللي دايما بنقولها أو بتتناول على لسان الكثير من الناس أو العوام أو المشاهدين أو المرضى بتبقى مقصود بيها أسطرة الشريان التاجي الحقيقة أسطرة الشريان التاجي كل يوم فيها جديد وهي الحقيقة بتتسبب في إنقاذ الملايين من الناس اللي بيصابوا بأزمات قلبية حادة ممكن تؤدي بيهم للوفاة هي الحقيقة الأسطرة بدأت إن هي وسيلة ناجحة لإنقاذ حياة ملايين المرضى وليس ألاف المرضى الأسطرة دي فيه ناس كتير لسه مش لازم كل حد يفهم الأسطرة تقنيا مية في المية لكن احنا بنقول فكرة مبسطة عشان المريض ما يبقاش الآن الأسطرة دي هي كلمة كاثتريزيشن دي كلمة ليست عربية ليست لغة عربية هي لغة لاتينية أو هي لغة بالإنجليش كاثتريزيشن الكاثتريزيشن دي حاجة بتخش جوه حاجة زي أمبوبة بتخش فيه إبرة وأمبوبة بيخش جوه بعض بتبقى اسمها أسطرة الأسطرة دي إن أنا أسطرة الشريان التاجي إن أنا بقدر أوصل للشريان التاجي الشريان التاجي هو اللي بيغذي القلب باحتياجاته من المواد الغذائية والأكسجين والطاقة اللازمة إن القلب ده يشتغل وده بيطلع من الشريان الأورطة من بداية جزره بقدر أوصل لها بدون مفتح القلب بدون مفتح الصدر عن طريق شريان طرفي عن طريق الجلد عن طريق شريان سطحي زي الشريان الفخزي أو شريان الساعد الساعد يعني الإيد بقدر أدخل منها بسن إبرة بسيط جدا زي الكانيولا أو زي أي حقنة بسيطة جدا 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 والأسطرة مش عملية جراحية ليست عملية جراحية ده واحد مفيش فيها غرز ولا مشرط ده اتنين مفيش فيها بنج كلي ففي بعض الناس بتتخيل إن الأسطرة دي عملية جراحية لا إن الأسطرة فيهاش بنج كلي إن الأسطرة دي هي عملية يعني وليست عملية جراحية الأسطرة مفهمها إن أنا بدخل من شريان في شريان الفخد أو شريان الإيد بدخل منه على أساس إن بدخل منه المريض ما بيحسش بأكتر من سن إبرة الطبيب بيدخل أمبوبة رفاعة أمبوبة رفاعة دي بتمشي في الدم لما الأمبوبة تمشي في الدم مش بتوجع يعني المريض مش مفروض يخاف منها ولا حاجة الأسطرة اللي هي بنعملها دي بيبقى قبلها بيدي إعدادات للمريض إنه هو بيكون صايم أربع ساعات مثلا أو بطنه مش ممتلئة بالطعام إنه بيبقى واخد أدوية السيولة بيبقى محلل تحاليل كلا عشان ممكن السابقة بتاع الأسطرة تؤثر على الكلا فبنتمئن إن الكلا حالتها سليمة لمين بنعمل الأسطرة؟ يعني هل كل الناس لا طبعا مش كل الناس تعمل الأسطرة الأسطرة مين اللي بقوله تعالى إنت محتاج أسطرة الأسطرة زي ما قلت فيها نوعين نوع اسمه تشخيصي أسطرة تشخيصية ونوع اسمه أسطرة علاجية اللي هي التداخلية الأسطرة التشخيصية دي منها بقدر أوصل للشريان التاجي عن طريق شريان طرفي زي شريان الفقد أو الإي أو الزراع وبقدر أصور الشريان ده عن طريق حقن سبغة فيه فبعرف تشريح الشريان أو رسمته بالأشعة بالسبغة وبأشعة زي الأشعة الإكس ري العادية اللي هي الأشعة السينية العادية وبصور الشريان وبقدر أعرف فروعه وبقدر أعرف كطره وبقدر أعرف هل في عيوب هل في مشاكل هل فيه تصلب في الشرايين هل فيه تمدد في الشرايين هل فيه ضيق في الشرايين وأنهي شريان اللي داي وبقدر أعمل زي وصف كامل لتشريح الشرايين تشريح يعني أناتومي مش تشريح إن أنا بشرح إن أنا بعمل حاجة وحشة لا لا سمح الله يعني الشكل التشريحي الشكل بقدر أقول الشكل أخباره إيه بعد كده أنا الأسطرة دي بعملها دايما في الجزء التشخيصي إن أنا عشان أشخص مرضى الزبحة الصدرية المستقرة أو الغير مستقرة ببدأ إن أنا عايز مزيد من التشخيص للزبحة الصدرية المستقرة إن أنا بحب أعرف إيه درجة الخطورة إن أنا مريض لسه جايلي من الأول بيشتكي من آلام في الصدر مريض عنده خطورة لحدوث الشرين التاجي زي السكر زي ارتفاع ضغط الدم زي التدخين زي الكوليسترول وزي التوترات النفسية زي التاريخ المرضي في الأسرة بوجود الزبحة أو الشرين التاجي أو السكتات القلبية ببدأ أعمله في الأول رسم قلب عادي وموجات سوطيع القلب اللي هي الإيكوكارديوغرافي وبعمل ممكن أصل منهم لتشخيص وأصل منهم لخطورة أعرف الدنيا ماشية إزاي أشوف كفاءة عضلة القلب إيه أعرف رسم القلب ممكن رسم القلب يظهر لي مثلا جلطة مكتملة أو جلطة غير مكتملة بالمساعدة إنزيمات القلب طيب أنا لو عملت رسم قلب عادي ومقدرتش أشخص به طلع سليم أو طلع مش كونكلوسيف يعني مش قادر أخرج منه بتشخيص وعملت الموجات السوطية على القلب ما قدرتش أوصل منها لتشخيص ممكن أعمل رسم قلب عادي رسم القلب بالمجهود أو موجات سوطية بالمجهود فهو دلوقتي الأسطرة دي ممكن ألجأ ليها لو أنا ما قدرتش أشخص بالوسائل اسمها النون انفيزيف اللي هي مش فيها تداخل يعني حتى في دلوقتي حاجة اسمها أشعة مقطعية متعددة الطبقات بالسبغة على الشرين التاجية وبتدي نتائج كويسة في العينين اللي متوقع فيهم أن الشرين تطلع سليمة وفي وسائل أخرى للتشخيص زي المسح الزري زي الموجات السوطية بالمجهود الدوائي زي رسم القلب بالمجهود وزي ما قلت فيه الأشعة المقطعية بالسبغة وفيه الأسطرة بقى كوسيلة تشخيص ممكن نعملها وبنعرف بيها الدنيا ماشية إزاي طيب لو حد عنده زبحة أنا خلاص شخصت أنه عنده زبحة الزبحة دي من ضمن تقييم الزبحة المستقرة أن أنا أعرف هل الشرين كلها تعبانة ولا الشريان من بدايته تعبان ولا من وسط من نصه ولا من الديستيل من آخر فده لأنه بيفرق فيه تقييم خطورة الحالة فيه تقدير خطورة الحالة فمبدأ أعمل أسطرة التشخيصية كوسيلة اللي لا نعمل ريسك السيرتيفيكيشن أعرف الخطورة دي فرد الليفت يعني الشريان كلها مقفولة لا ما ينفعش يتساب حتى لو الحالة مستقرة لابد أن احنا نبدأ نوسع الشريان دي سواء بالأسطرة أو بجراحة علشان أحمل عيان ده من الخطورة بتاعة الشريان المغلقة دي وبعد كده الأسطرة التشخيصية دي برضو ممكن أستخدمها في حالات الجلطة الحادة كاسمها أسطرة أولية وكل المعايير الدولية بتقول أننا لازم أستخدمها عشان أحمل مريض ده من الوفاء أو من ضعف عضلة القلب لأن الشريان المغلق ده الحاد المقفول بجلطة المقفول بنسبة 100% ممكن يبوز العضلة أو ممكن يؤدي إلى توقف بعضة القلب والأسطرة هنا هي العلاج الأول أو العلاج الأكثر نجاحا في علاج هذا الأمر قبل كل العلاجات الأخرى طيب الأسطرة دي أنا المريض اللي بيجيلي بلازم الأول أقنعه وفهمه يعني إيه أسطرة وهو نسبة احتياجه لها قد إيه ممكن الأسطرة لو هي وسيلة تشخيص يعني لا ألجأ إليها إلا بعد ما استنفذ الوسائل الأخرى من التشخيص الغير نافذة زي ما قلت رسم القلب بالمجهود الموجات الصوتية إلا إذا كنت أنا متوقع إن ده الأمر هيبقى أكتر الأسطرة بدي تعليمات للمريض إنه هو الصيام يحل الكلة يعمل دلوقتي عشان في زمن الكوفيد بيعمل أشعة مقطعية على الصدر عشان نتأكد إنه ما عندوش فيروس كورونا والعديد من الأمور دي هنتعرض لها كلها لو معنات صلاة هدفية ممكن ندخلها أستاذ عادل من أسيوت ألو أستاذ عادل خط قطع فدلوقتي أنا المريض أنا إزاي هقوله إنت هتتجاهز لأسطرة الحقيقة أنا أكني بكلم المرضى بتوعي بعض المرضى بيتخيل إنه هو ما ينفعش أعمل أسطرة والعيان مثلا مش معاه موجات صوتية على القلب لأن ده اسمه تخريف يعني إيه ألجأ لعمل أسطرة والعيان مش ماشي سيستيماتيك ما عملش رسم قلب ما عملش موجات صوتية على القلب حتى لو حال حدا بعمله وأنا في الإطار ده بعمل أشوف عضلة القلب كان في المية أفرد هو فيه تشخيص آخر أفرد المريض ده محتاج جراحة قلب مفتوح لإسمام تاني فلازم أنا يبقى عندي كل فحوص القلب السابقة للأسطرة ولازم المريض يبقى عارف كده وساعات المريض يعني لازم يفهم هذا مثلا إن المريض يبقى واخد علاج الضغط بتاعه لإن ساعات بقوا فاجأ في أثناء القسطرة إن المريض وخاصة القسطرة اللي هي المريض جاي على رجله إن المريض ضغطه عالي جدا ليه يا سيدي قصة إنتا قلت له صوم دايما أنا بقول إحنا بنصوم عن إن إحنا منملاش بطننا أكل لك ممكن نشرب سوائل بس منملاش بطننا ممكن علاج الضغط لازم يتاخد ما أنا مش معقول أخش الأسطرة ألاقي المريض نايم قدامي على الترابيزة ضغطه 200 على 120 ما يصحش ليه؟ عشان هو ما خدش علاجه هو ده في متصور نفسه داخل الأسطرة يبقى خلاص من ضمن الحاجات إن بعض المرضى بيتخيل إن الأسطرة دي جراحة فلازم يوقف دوا السيولة ودي مصيبة إنه يوقف دوا السيولة اللي إحنا مدي ينهوله عشان يمنع تجلط الدم في الدعامة اللي ممكن تركب في بعض المرضى يعني إيه؟ هو بيتخيل إن الأسطرة دي فيها جراحة ومشرط فهو هيوقف دوا السيولة عشان ما يحصلش نزيف لا 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 دوا السيولة اللي هو المضادات أخذ بالك برضو في أدوية السيولة بتتلخبط مع الناس أدوية السيولة اللي هي مضادات التجلط اللي هي الأسيتالي السلسيلك أسد مضادات الصفائح الدموي مضادات الصفائح الدموي الأسيتالي السلسيلك أسد أو التيكا جريلور أو الكولوبيدو جريل دول الموجودين في مصر بناخد منهم صنفين السلسلسيليك أسد مع كولوبيدو جريل أو السلسلسيليك أسد مع تيكا جريلور ولو ما أخدهمش المريض ما يبقاش مناسب إن أنا أخش بي أركب له دعامة في الوقت ده لازم المريض في حاجة اسمها جرعة تحميلية وفي حاجة اسمها جرعة دائمة من الأدوية دي والأدوية دي هامة جدا عشان إن أنا أحمل المريض ده إن الدعامة مجرد مركبها وأنا على الترابيزة تتقفل لو المريض ما بياخدش أدوية المضادات ل الصفائح الدموية طيب في بعض المرضى بيبقى ماشي على أدوية زي الوارفرين سوديوم أدوية سيولة اللي هي مضادات التجلط وليست مضادات الصفائح الدموية مضادات التجلط دي لابد إن أنا بوقفها قبل الأسطرة عشان دي ممكن تعملي زي تجمع دموي مكان المدخل بتاع الأسطرة سواء في الساعد سواء في الفخض وغالبية التجمع الدم بيبقى في الفخض أكتر عشان كده بيقى في مزايل ده ومزايل ده بالمناسبة بيجي المريض كتير يقول لي إيه الفرق بين إن أنا أعمل أسطرة من الفخض أو أعملها من الساعد أو الزراع الحقيقة الفرق ده هقوله لكم بعد ما ناخد تليفون أستاذ حسن ألو أسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور أهلا 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 معاك والله أنا أختي عامنا عملية أسطرة أيوة إيه في التلفزيون ما شهر شكرا جزيلا الخط قطع أهلا دلوقتي إحنا كنا بنسأل السؤال أو بنسئل السؤال إيه الفرق بين الأسطرة إيه من الفخض من شريان الفخض وإيه والفرق بين الشريان الساعد أو نقول الإيد والرجل أولا سيب ده للطبيب سيب ده للطبيب لأن الطبيب عارف هو بيعمل إيه طبعا الأسطرة من الإيد أأمان من الرجل في أحيان كثيرة ازاي ان اليد مفيش فيها تجويف فهي حتى لو حصل اي مضاعفات لقدر الله بتبقى مقدور عليها الرجل بتبقى فيه تجويف وانت طالع بتعدي من الفخدة على البطن على كده فبيبقى اذا امكان لا لكن شريان الرجل بيبقى قطره اكبر بيبقى بيستخدم في حالات معينة شريان الزراع ساعات بيحصل عليه تقلص تقلص سبازم ويقوم يوجع شوية او ما تعرفش تكمل العملية من خلاله فدي ليها ميزة ودي ليها عيب ودي ليها ميزة ودي ليها عيب والطبيب المحترم هو اللي بيختار لمريضه المحترم الشيء المناسب معانا استاذ جمال من السعودية سلام عليكم يا دكتور اهلا وسهلا سلام ورحمة الله وبركاته شوف يا دكتور انا عنده سفر ايو وانا شغال في السعودية وكان اخفت لطبيبة اجريت لي لها انتاخد نوع اسمه سبرين اه انا ممكن توضح صوتك انا سامعه بس مش وضح قوي ممكن توضحه سيننا بتاخد اسمه اقول لها دكتور بخصورة كتبت لي نوع اسمه سبرين ايوة ايوة معاك اه جيت للسبرين دي لها انتاخد منه حبة كل ليلة عشان مضح سولة الدم وكده ايوة هل فيه اسبرين دي كل ايوة اخدت خطورة زيني اعطا ضل بتن تحليل وبن ايشي وكده ايوة ايوة انا هسألك سؤال انت ايه شكويتك ايه شكويتك ليه رحت للدكتورة اه انا رحت للدكتورة فت عندي يعني مثلا اللهم اصلى الحبيب اجوم الصباح عندي كسل كده وخمول وكده يعني ما عندكش شكوى في القلب ولا عندك شكوى في القلب لا 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 ابشرك الحمد لله كويس بس لما عندي خمول الصباح واني صراحة عبعمل واشتغل اجوم الصباح عندي خمول شديد يا دكتور عندك ضغط او سكر يا عنده سكر ايوة ما بيجي لكش وجع في صدرك وجع زي ايه دكتورة وجع وجع مش زي ايه وجع بكلم بقول وجع ألم لا 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 يا دكتورة بشك الحمد لله في ضربات قلب غير منتظم او كده لا 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 الحمد لله هو عموما النصيحة انت واضح انت ماندك شكوى في القلب الاسبرين ما عادش بيتاخد كوقاية اولية للجلطات الاسبرين كان زمان بيتاخد كوقاية اولية يعني ايه يعني يقولك اللي يعد اللي ربعين ياخد اسبرين عشان يقيم من الجلطات الكلام ده ما عادش موجود الاسبرين بيتاخد لما يكون فيه عوامل خطورة او مرض فيه الشرايين التاجية او الشرايين الدماغية او اي شرايين ايا كانت عشان ان حد جاله جلطات صغيرة او كده عشان يمنع تكرارها مرة اخرى يبقى الاسبرين لا يؤخذ كوقاية اولية بمعنى ان المقولة اللي كانت بتقول ان كل من هو فوق سن الاربعين ياخد اسبرين وهو مش مريض خطأ الكلام ده يعني مشكله اكثر من منفعه تحت امرك حسن رجع تاني الو ازاك يا صاح حسن انا السلام عليكم وعليكم السلام يا دكتور ايوه انا حضرتك اقول لك قفت عامل عملية اسطرة ايوه وتشتكي منفذرها جامد ايوه عملت الاسطرة امتى وبيجي لها دي التنفس عملت الاسطرة امتى يا باشا من سنة من سنة من سنة وشوية اه وكركبت دعمات لا مركبتش دعمات لا يعلو لها شرعينها سليمة اه طيب ادي رقم واحد ده ما عنداش زبحة طب عندها سكر او ضغط لا عنداش له سكر ولا ضغط واسطرة الشرعين التاجية سليمة طب عندها وجع في صدرها ايوه ويتنائل من اليمين والشمال اليمين والشمال طيب هنعمل موجات صوتية على القلب اللي هي الايكو ونشوف يمكن يكون فيه صمام تعبان يمكن يكون العضلة فيها مشكلة اه يمكن يكون فيه اشيء ايا كان والاسطرة انت بتقول سليمة فكده ما عندناش زبحة الحمدلله عندها كم سنة ايه عندها تمانية واربعين تسة واربعين اه شكوتها الرئيسية نهجان ولا قلم في الصدر قلم جامل في الصدر وبيجي لها تنفس ماشي هو دي التنفس بقاله قد ايه والله بقاله بقاله فترة كبيلة يعني بس سنين ولا شهور لا بقالها سنين بيجي لها دي في التنفس مع المجهود ولا هي مرتاحة لا وهي ممكن تكون وهي نايمة وهي نايمة يجي لها نهجان طب ضروري نعمل الموجات الصوتية على القلب ونشبت العرق ونشبت العرق عندها كتير بدارها كتير ماشي طيب احنا ممكن في يعني انا اولا هلفت نظرك لحاكتين اول حاجة ان احنا لازم عندنا موجات على القلب نشوف اخبار القلب ايه وعضلة القلب ايه والصمامات ايه ممكن نعمل غدة نشوف العرق ده ممكن نعمل سكر يمكن السكر بيوطأ والسكر لما بيوطأ بيزود ضربات القلب وبيعمل عرق ممكن بالنسبة للنهجان في زمن الكورونا نعمل اشاعة مقطعية على الصدر نشوف اذا كان في شوريان نشوف اذا كان في كورونا ولا مفيش اللي هو الكوفيد ناينتين وبعد كده احب بقى الفت نظرك ان مش كل الام في الصدر هو زبحة ولا كل الام في الصدر يحتاج اسطرة انت حضراك المفروض بتسمعني دلوقتي في التلفزيون اللي مش كل الام في الصدر فهو من القلب حد يعني اسباب الام الصدر في اسباب في القلب واسباب في غير القلب الاسباب اللي في غير القلب ممكن يبقى المعدة ممكن يبقى المريء المريء ده عشان السيدة المشاهدين هو انبوبة بتوصل الاكل من البلعوم او الفم الى المعدة فهي يعني المريء ده مش حاجة كلمة كده ايه ساعات في بعض الناس اللي مش عندهمش في المجال الطبي يعني المريء تبقى بالنسبة له مش كده ميخد ميخدش ولا حاجة سعب بيقى فيه ارتجاع في المريء فبيعمل تقلصات في المريء فبيعمل الم في الصد ممكن يبقى خبطة في القفص الصدري نفسه ممكن يبقى التهاب في جلد القفص الصدري اللي هو الهربس زوستر ده اللي هو الحزام الناري ممكن يبقى التهاب في عضلات القفص الصدري ممكن يبقى التهاب في عظام القفص الصدري ممكن يبقى التهاب في الغشاء الطاموري المحيط بالقلب ممكن يبقى التهاب في الغشاء البلوري المحيط بالرقة ممكن يبقى ضيق في الصمام الأورطة ويعمل آلام تشبه هالزبحة ممكن يبقى زبحة فكل ده بالدكتور بيبدأ ممكن حاجات كتير ممكن يبقى جلطة في الرئة في الشراء الرئوي فكل ده عشان كده لازم ما يبقاش مخنة آلم في الصدر يبقى زبحة لا يبقى الطبيب هيشوف الحالة يبدأ يفسرها يبدأ يحلل الآلم بيجي إمتى مع الأكل ولا مع النفس ولا مع المجهود وهل في عوامل خطورة زي سكر وضغط وبالتالي مش لازم أقلق لكن أروح للدكتور عشان هو يطميني مشان لأطمين نفسي معانا تليفون ملو أستاذ زينبو على رأيي إزايك أستاذ زينب إزاي حدريتك يا دكتور الحمد لله دي كل سنة حدريتك طيب حدريتك طيب بص يا دكتور أنا مريضة ضغط وسكر أيو ضغط بقالي 25 سنة أيو سكر بقالي بتاع 12-13 سنة أيو ماشي سن 58 أيو آآ من سنة تقريبا ماشي عملت آآ أسفرة والدعمات أيو فبعد ما عملت عدت إيه 3-4 شهر مرتاحة أيو وبعد كده بدأ التعب يجيني تاني أيو فالتعب زاد فروحت للدكتور ماشي فالدكتور قال لي إن الدعمات اللي انت مرتباها مقفورة ماشي وفيه شريان تاني فيه دي 60% هو عملك قسطرة جديدة ولا عرف إزايك؟ لا هو عمل آآ كشف الأشاعة آآ وعرف 60% وعرف الحاجات دي كلها عمل إيكو عمل إيكو ماشي وآآ كشف كشف شامل بقى بالنسبة ورسم قلبه كده رسم القلب طلع فيه إن الشريان الثاجية فيها قسور أي ماشي ولما عمل إيكو ماشي قال لي إن الدعمات مقفولة وأنا بتكلم مع حضرتك ومش عالسة أخذ نفسك طب هو قال لك العضلة ضعيفة؟ لا العضلة والكفاءة الثعيفة 65% طب إيه أنت عايزة تقولي حاجة تانية؟ لا ما هو دلوقتي قال لي إن هو هيعمل لي عملية تانية طب أنا عايزة أقول لك حاجة لذيذة أنت وصفك ضقيق جدا بحييك عليه يعني الحقيقة مش مديني فرصة أسألك على حاجة يعني قلتي حالة أكنك دكتورة صغيرة كده بتوصفي وصف كويس لحالتك جدا يعني قلتي للسكر بقى له قد كذا والضغط بقى له قد كذا وجالي كذا وعملت أسطارة كذا وكركبت كذا برافو عليك الحقيقة يعني اللي أنا عايزة أقوله إنه هو لو بيجيلك ألم في الصدر بعد الأسطارة في احتمال يكون فيه يا إما شرايين تانية كانت مثلا متوسطة الإصابة وزادت مع الزمن أو كده أو إن الدعمات نفسها فيه احتمالات إن هي فيه احتمالات يعني احتمالات وردة إن هي يحصل فيها انغلاق هنا اللي أنا عايزة أقولهولك إنه هو في الحالات اللي زي كده بحب أعرف يعني الوجع ده بيجيلك على مجهود كبير ولا مجهود قليل لأن بتفرق مش كل الزبحة إن هي تحتاج لأسطارة زي ما قلت لو هي الوجع بيجيلك اسمه حالة مستقرة بيجي مع مجهود زيادة فوق المجهود المعتاد وبيعود ثلاث دقايق وبيروح لما ارتاح ممكن أكسف العلاج واكتفي بذلك لكن أنا لو الوجع بيجي على مجهود أقل ولازم برضو أسأل سؤال هل أنت ملتزمة بالعلاج؟ هل أنت ملتزمة بالعلاج؟ طيب وهل أنت ضغطك مظبوط ونبضك مظبوط وسكارك مظبوط ومزاجك كويس وبتاخدي علاج الكوليسترول وبتتمشي أو كده كل الأمور دي مهمة عشان مثلا ممكن تكوني ابتاخديش العلاج ممكن تكوني مش بالتابعي وضغطك 200 على 120 وفكرة أن أنت كده صح لا لازم أزبط كل الأمور دي لما أزبط كل الأمور دي أبدأ أن أنا أشوف هتجه للأسطرة يعني أنا لو زبطت كل الأمور دي وبالرغم من ذلك الألم بيجي ممكن أتجه للأسطرة هعرف بيها إيه الجديد إيه اللي حصل كذا 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 واربطه بالأعراض وأنا شغال في الأسطرة وبناء عليه بنحدد إذا كنا نعمل دعمات وممكن نمطلعش فيه حاجة ممكن ممكن وممكن يطلع فيه فهو الأول هنلتزم بالعلاج هنكسف العلاج هنحدد اللي إحنا فيه ده حالة مستقرة ولا حالة غير مستقرة لو غير مستقرة أسطرة فورا لو مستقرة والدنيا كنترول ممكن أستمر من غير أسطرة معنا تليفون تاني أستاذة مونة محمود ألو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قطايزة بحضرتك أنا عديديني نهاجان بإثن مرار يعني بتكلم في التليفون بيبقى نهاجان أطلع مشوار نهاجان سلم أحياني ببقى خلاص مش قادر أخذ نفسي آيوف عندك كم سنة أربعين كم أربعين بيلي كده كتين في سنين يعني سنين ممكن سلتين حاجة زي كده آه وعندك فقط عن رجيم آه وفعاتها حسيت أن المهجان خفت شوية آه ورجعت بعد كده وزن ذات وبعد كده أعملت رجيم تاني بس المرة دي ما حسيتش خالص بإن أنا عندك ضغطة أو سكر لأ خف عندك أي أمراض مزمنة لا لأ بتاخد علاج لأي حاجة لا لأ في بعض الأحيان أدوية التخصيص بتبقى فيها بتقى يعني بتزود الحر وبتزود ضربات القلب وبتهبط في بعض الأحيان أدوية التخصيص بتبقى كده فإحنا نراجع أنا عمدت رجيم أفلي إيه عمدت أخالص في بعض الأحيان الأحيان لو مش ماشية في علاج الدايت أو الرجيم ده مع دكتور تغذية كويس ممكن أنت هتاكل أكل يقلل طقتك يعني طقتك يعني يبقى أقل من طقتك اللي المفروض تمشيك المفروض الإنسان بيحتاج طاقة للإحتراق عشان يمشي ويروحه ييجي لو أنت يمقلل أقوي زي ده عن اللذوم ممكن هتبهبطي طبع لكن هنتفق بس كده الأول إنه هو النهجان ده ممكن يبقى كده زي ما قلت لك إنه هو قلة أكل يعني وممكن يبقى سوء تغذية ممكن ممكن وممكن يبقى من القلب أو ممكن يبقى من الرئة من القلب أو الرئة ده لما أجي أسألك أقولك عندك كحة ماشي يعني نشوف إذا كان فيه كحة فيه بلغم فيه تزيئة في سدرك بالليل لو كده بنعالج الصدر القلب لو فيه قلب مثلا لو فيه قلم في سدرك لو فيه تورم في الرجلين لو فيه مثلا الوريد بتاع الرئبة ده محتقن بقدر أعرف الدنيا ماشي إزاي وممكن يكون الأسهل حاجة خالص ورقم واحد الفيتنس بتاعك مش كويس يعني ممكن تكوني أنت وزنك ممتلئ أو أنت أصلا مش بتلعب رياضة أو أصلا عمرك ممشيتي ماشي اللي هو مناسب وجاي دلوقتي تتفكر في كده فهو حاجة اسمها الفيزيكا الفيتنس الفيزيكا الفيتنس يعني أنا أحمد لما أجي مثلا أطلع ما أقدرش أطلع عشر تدوار سلم أموت مثلا وطلعت عشر تدوار سلم لكن أقدر أطلع مثلا تلاتة فلو بطلع تلاتة وطلع عمري كده فمش عيب ولا حرام إن أنا مش عارف أطلع العشر لكن لو أنا كنت بطلع عشرة وطلعت تسعة ومش قادر أو وطلعت تمانية ومش قادر لا أبدأ أسير يعني أروح للدكتور أقوله الكلام ده ويمشي معي واحدة واحدة ممكن يعمل لي راس مقلب ويعمل لي صورة دم بقى فيه أنيميا كل ده وارد معي أستاذ زكريا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله حضراتك يا دكتور أنا مريض داخدة وكانت جاد للجلطة من نهم الثلاث سنين وروح تعمل تسطرة قال لي لازم تركب طعامة أو كده فروح تركب طعامة بعدها بثلاثة وشهر قال لي بعيدة عنك حصل التمدد بالشرايين تمدد؟ بالشرايين ماينفع الشرايك جيب لكي طعام فأنا ماشي على العلاج دلوقتي بتاع السؤولة والبلاطات والكلام دوت بس بيجيلي بعد الحالات كده منظم اختناء كده وأحصابي بتسهيب وعرق أو حصل نروح في الشاحة حاض هو أولا فيه كده هنا حتة مش مش ماشية مع بعضها إن أنا أعمل أسطرة وبعد ثلاث شهور محتاج دعامة وبعد ثلاث شهور يقول لي ده فيه تمدد في الشرايين ما فيش تمدد بيحصل في ثلاث شهور تمدد مش قلتك تمدد اكتيزيا ما بتحصلش في ثلاث شهور الكتيزيا دي التمدد ده بيبقى من الأول وبيبقى مشكلة في جدار الشرايين هو بيتركب ليش دعامات وهو مشكلة تستحق العلاج يعني مش من الأول هيقول لك دعامة وبعد ثلاث شهور يقول لك لا ده ما فيش دعامة ده كلام مش فهمه مش قادر يعني أو مش ايه أو ممكن يكون مثلا فيه تمدد وفيه دي كان عايز يركب له دعامة بعد كده اكتشف إنه هو ده مش ديء ولا حاجة ده طبيعي وفيه تمدد جنبه عموما التمدد له علاج وعلاجه إن شاء الله يجيب نتائج منه أدوية السيولة منه مغلقات الكالسيوم منه إنك تشرب سوائل كتير منه إنك ترف إن انت عيان يعني فيه ناس التمدد يعني الشريان أكبر من اللازم أو أكبر من الطبيعي ففيه ناس تتخيل إنه مش شريان يكبر يبقى يا كده أحسن لا 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 الشريان بيبقى أكبر من كمية السوائل اللي فيه كمية الدم اللي فيه فممكن الدم يركن يعمل جلطة أو 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 فالتمدد ده مرض في الشريان التاجية وبيسبب ألام وممكن يؤدي إلى جلطة لو ما تعالجش بصورة مثالية الصورة المثالية إن إحنا طبعا بنعالج الضغط والسكر بنستخدم في علاج الضغط مغلقات الكالسيوم أكتر لإن هي بتبقى أفضل في التمدد ده بممكن نستخدم أدوية مضادة للتجلط غير الأدوية المضادة للصفائح الدموية طبعا في بعض الناس اللي بتسمعني الدكتور ده قاعد كل شو يقول مضادة للصفائح الدموية ومضادة للتجلط هي ده واقع عندنا في الطب فيه فرق كبير بين الاتنين وفيه بعض المرضى من حضراتكو بياخد أسبرين وروح يحلل سيولة أحب أقول له إن تحليل السيولة اللي هو البي سي والبي تي والأي النهار لا يتأثر بالأسبرين والإي بي تي تي لا يتأثر بالأسبرين فهو فيه شوية أنا يعني إحنا كأطباء فاهمين لكن المرضى بيحصلهم زي كونفيو زي لخبطة بين أدوية يعني بين الفهم بتاع إن فيه حاجة اسمها أدوية مضادة للصفائح الدموية وأدوية مضادة للتجلط أدوية الصفائح الدموية دي زي الأسبرين زي التيكا جريلور زي الكولوبيدو جريل أدوية مضادة للتجلط زي الوارفرين زي كل الأدوية الجديدة الده بيجاتران والأبكسبان والحاجات دي ودي غير دي دي غير دي معايا تليفون أستاذة أمنية أستاذة أمنية حاليا يا دكتور السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور أنا بيجي لي واجع في دراعي جامد وقلبي بيرفرف وضعبات قلبي جندة جدا وعلى طول لما بيجيني رفرفة كده نفسي بيزياء وما ببقاش أدري أخذ نفسي أي أنا رحت مستشفى في الطوارئ عملولي رسم قلب عملولي تحليل إنزيمات وبعد التحليل ما طلعت هو قال لي الوضع مستقر وكده بس لازم أنت تعرضي على دكتور قلب أي فهو ده أي يا دكتور هو طبعا يعني أنت بتتكلمي في أعراض قلب كلها اللي هو ألم في الصدر وضربات قلب سريعة وهو شيء منطقي إنه لما يحصل ضربات قلب سريعة يحصل هبوط أو تقلب سدرك فلازم أول أنت عندي كم سنة عندي سبعة وثلاثين عندك ضغط أو سكر لا عندك أنيميا ولا حاجة لا هو لازم كده تقريبا أنيميا عندي تسعة أوليلة لازم تعالج منها أو تكل كويس هو هنا لازم نعمل رسم قلب وموجات صوتية على القلب الوالإيكو ولازم أعمل هل فيه تاريخ مرضي في الأسرة بالقلب بزبحة بشريان تاجي بأسطرة والدتي عندها نفس كتجت لها زبحة قبل كده وجت لها نفس الرفرفة اللي بتجي هو أنت الدكتور قالك أن عندك رفرفة قزينية ولا أنت اللي حس الرفرفة لا أنا ما قلتش أن الدكتور الدكتور ما قاليش أنا اللي بحس بالرفرفة دي هو هنعمل رسم قلب وهنعمل زي ما قلتلك موجات صوتية على القلب وهنعمل تحليل كوليسترول وممكن نطمن على السكر ونعمل صورة دم كويسة نشوف الأنيمي أخبارها ممكن نعمل تحليل غد الورك أب دا كله هنطلع عليه وبناء عليه هنحدد الدنيا هتمشي إزاي ممكن مطلعش حاجة خالص ويطلع شوية التوتر لكن لازم بدل فيه ألم في صدرك نعمل رسم قلب وموجات على القلب نمشي بيها في الاتجاه المظبوط وخاصة بتقول إن ممتك تعبت يعني عملة قسطرة مش عيب ولا حرام نحن نعمل الحاجات دي ويطلع الأمور كويسة ممتك ترتاح يعني ممكن يبقى فير تخاقص المطرالي ونديك حاجة والضربات تخف والقلم يروح ممكن يبقى شوية أنيميا ونديك علاج الألمية وتروح ممكن يبقى شوية التوتر وتاخدي مهدق ويروح ممكن يبقى شوية التهابات في تدرك وتاخدي حاجة مسكنة أو مضاد للتهاب وتروح كل ده وارد هنعرفه ازاي بالكشف الكلينيكي او الفحص السريري واللي انا قلت لحضرتك عليه معنا تليفون استاذ شعبان من ألمينيا استاذ شعبان كيف حالك ازاي 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 اقول واجع في صدرك واجع واجع في صدرك ايو واجع في صدرك وايه ايوه ايوه سامعك عملت قسطرة عملت قسطرة ومحاول قولون بتاع الجرام محاول قولون بتاع ايه اه 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 انت عندك يعني اه اه عمل عملية في الجهاز الهضمي اه محاول اه اه اعمل قسطرة اجتمال قسطرة بول ولا قسطرة قلب ولا ايه قسطرة بول بول اه قسطرة بول تياسة ايوه سمعتك اه اه اعملت تياسة عملت اشاعة ومحاول اشاعة على ايه بقى عملت اشاعة على ايه اشاعة عن جان تياسة وطلعت قويسة ولا فيها مشاكل تياسة 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 اه انا مش سامعك كويس انا مش سامعك كويس انا مش سامعك كويس وهو انت عندك مشكلة اه في الجهاز الهضمي وفي الجراحة وكده اه ممكن تكون هي مؤثرة برضو على حالة الارهاق العام او الهبوط اللي عندك يكون في مشكلة في الكلا في الكبد في صورة الدم في اي حاجة من دي اه وان شاء الله نتمنى لك الشفاء العاجل اه نرجع لموضوعنا تاني وهو الاسطرة الاسطرة اه اه زي ما اتفقنا امتى بنعملها خلاص قلنا اه طيب بنعملها فيه نوعين نوع تشخيصي ونوع تدخلي او علاجي اللي بنركب من خلاله الدعامات طيب قلنا ممكن تركب الاسطرة من الفخد او من الزراع وقلنا المزايا والعيوب بتاع كل واحدة طيب اثناء الاسطرة ايه اللي بيبقى مطلوب من المريض اه اللي بيقى مطلوب من المريض انه هو بس يبقى متعاون لما انا اقول له يقح يقح يبقى هادئ اه يعني طبعا ممكن فيه الردود فعل الناس مختلفة من حد الحد المريض فيه مرضى بيبقوا هادئين بطبعهم وفيه مريض بيقى متوتر المتوتر ده هنديله حاجة تهدي شوية عشان نيقدر يتعاون معنا ضغط وميعلاش ضربات القلب وتبقاش اسرع من الطبيعي او من اللزوم اه بعد كده ان احنا المريض بنبدأ ان احنا نشتغل ونركب الدعمات هو بيبقاش حاسس بحاجة ما بيبقاش حاسس بحاجة يعني اخره معنا ان هو يحس بقلم في صدره اللي هو كان جاله قبل كده او كده لكن غير كده مش بيحس بقى بتقطيع بقى وقسطرة دخل لا 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 الامر بيبقى قلم جدا وهادي جدا بعد كده المريض لما بيخلص قسطرة لو هو بيعملها من الزراع ممكن يطلع من العملية ماشي على رجلية لو هو عملها من الفقد بيبقى بس الفقد مفرود فميقدرش طبعا يمشي عليه لمدة 6 ساعات بعد العملية لو تشخصية او انه هو بيشيل اللي هو الشيس ده بالليل المطقل ده بالليل وبيبقى بيبقى الليلة كاملة يفرد رجله بعد كده المريض لازم 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 يمشي على العلاج هناك بعض المرضى اللي بيعمله الاسطرة بيتخيل نفسه طالما عمل الاسطرة انه ليس في حاجة الى علاج دوائي وده غلط كبير وخطأ كبير بعض المرضى لما بنأكد على الدواء اللي هو بتاع مضادات الصفائح الدموية يمشي لمدة عام بيتخيل انه ده بس اللي يمشي لمدة عام والبقى كله يقف فاحنا يا ما شفت ويا ما لسه بنشوف ان المرضى مفاهمهم للامور بتختلف فبنحاول مرارا وتكرارا ان نفهم المريض ايا كانت ثقافته واحدة واحدة عشان ما نسيبوش لنفسه يضر نفسه او يعني يبوز الشغل اللي بنعمله فلازم نقوله مرة واثنين وثلاثة ولازم اقول في البرامج التلفزيونية والميديا وكده ان احنا التعليمات دي مهمة جدا المريض بيبدأ لو هي حالة جلطة وخارج منها بعد اسطرة ما بيعودش نشاطه الكامل الا بعد فترة الفترة دي مختلفة والنشاط نفسه مختلف يعني ممكن ان هو يعود الى نشاطه الكامل تماما بعد شهرين لو الامور كويسة لو هو العضلة ضعيفة بيبدأ يرجع لنشاطه تبع درجة ضعف العضلة بنقوله تبزي المجهود على قدر هذا بنديله تعليمات في الاكل بينتنع عن اكل الاكل اللي فيه كوليسترول زي الوجبات الجهزة السريعة او اللي هي الحلويات الدسمة او الاكل الدسم او السمن الصناعي الملح عموما ضر جدا ملح الطعام لمرضة ضعف عضلة القلب ضر بنسبة كبيرة لمرضة الزبحة ومرضة ارتفاع ضغط الدم فالحياء الصحية والوقاية هي اهم من العلاج مع خالص تمنياتي لكم جميعا بدوام الصحة والعافية دكتور احمد البربري نائب رئيس شعبة العلاج الدوائي بالجمعية المصرية للقلب سلام عليكم ورحمة الله وبركاته